ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أتار سخط كل من شاهده بسبب الفعل الجرم الخطير الذي ارتكبه أفراد العصابة والذين كانوا يرشقون الدراجات النارية والسيارات التي تمر بجوارهم بالحجارة وهو ما أدى إلى انقلاب عدد منها ليهرعوا إلى مكان الحادث للسطوع على ما بحوزة الضحايا ثم الفرار بسرعة المتجاهلين المصابين هذا وقد تحركت المديري العام للأمن الوطني بمجرد انتشار الفيديو حيث مكنت عمليات أمنية مكتفة من توقيف أربعة أشخاص ثلاثة من بينهم من دوي الصوابق القضائية لتورطهم في الاعتداء على سلامة مستعمل الطريق ورشقهم بالحجارة بغراض الصريقة